طيب احنا كده عرفنا ان احنا بنعمل الفصيلة بطرقتين طريقة اسمها الـ Forward وطريقة اسمها الـ Reverse المفروض والطبيعي ان الطرقتين يطلعوا فصيلة واحدة يعني انا بفاصلتي ايه تطلع بالـ Forward في الاخر خلص يقولين فاصلتك ايه وبالـ Reverse برضو تطلع ايه طب اذا حدث ان فيه discrepancy يعني ايه discrepancy يعني ان فيه اختلاف بين الـ Forward والـ Reverse يعني الـ Forward والـ Reverse do not correspond with each other في الحالة دي بيقول عليها A-B-O discrepancy طب ان عندي اسباب كتيرة قوي للـ Discrepancy دي اهمها واشهرها technical في مشكلة في الشغل طيب ممكن يكون لها اسباب اخرى غير ان يكون فيه لخبطة في الشغل بتاعنا اللي هو الـ Technical ممكن تكون group one discrepancy لو انا عندي weak antibodies ده تأثري على النتاج بتاعت الـ Reverse وده weak antibodies بتكون موجودة في الـ newborn حديث الولادة لسه الـ Antibiotic ضعيفة في الـ Elderly كبار السن ممكن برضه تكون الـ Antibiotic انتاج الـ Antibiotic الـ Immunosuppressive conditions الناس اللي عندهم امراض نقص المناع زي الـ AIDS او اللي بياخدوا ادوية متضبطة للمناع Immunosuppressive drugs بينما group two discrepancy عندهم weak antigens وبالتالي حتأثر على النتاج بتاعت الـ Forward وهزي ما درسنا weak antigens ممكن تكون موجودة في الـ Subgroups زي A2 and some types of leukemia يعني في بعض انواع السرطانات ممكن تؤدي الى ضعف الـ Antigens وبالتالي يبقى الـ Forward هنا نتاجه في مشكلة اشتركوا في القناة